بيان إلى الرأي العام مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على دولتهم المزعومة بتاريخ 23 آذار 2019 وبعدها بيومين وفي 25 آذار أصدرت الإدارة الزاتية لشمال وشرق سوريا بيانا إلى الرأي العام دعت فيه إلى ضرورة إنشاء محكمة دولية في مناطق الإدارة الزاتية في ظل توافر الشروط المعقولة والقانونية لإتمام هذا الإجراء وطالبت المجتمع الدولي بالتعاون معها لتشكيل هذه المحكمة وتقديم المساعدات من النواحي القانونية واللوجستية وضرورة إقامة هذه المحكمة في شمال وشرق سوريا كون الجرائم ارتكبت بحق شعوب ومكونات هذه المنطقة ولأننا نملك الأدلة والإثباتات والشهود التي تدين هؤلاء المجرمين إن ملف أكثر من عشرة آلاف مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى عشرات الآلاف من عوائلهم من أكثر من خمسين دولة هو ملف خطير جدا ويشكل عبئ كبير يحتاج إلى تعاون دولي كبير كونه ملف معني به العالم لما كان تمثلها داعش من خطر مهدد لمجمل العالم الحر والإنسانية في ظل عدم الاستجابة في هذا الإطار وكذلك بسبب وجود إدانات على جميع المعتقلين لدى الإدارة الزاتية فإننا نؤكد مرة أخرى بأن هذا الملف يجب أن يتم حسمه عبر التعاون الدولي لتشكيل محكمة دولية لمقاضات هؤلاء الإرهابيين ومع الهجمات التركية على مناطقنا نشطت الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وكذلك ساهم الدعم التركي للمرتزقة بعودة آمنة لأعضاء داعش من الذين فروا إلى تركيا خلال حملات قوات سوريا الديمقراطية على التنظيم الإرهابي إلى مناطق الاحتلال التركي الأخيرة هذه تطورات خطيرة وتفسح المجال لعودة منظمة للتنظيم الإرهابي بالرغم من الإمكانات المتواضعة فإننا ساهمنا في الحفاظ على أمن المعتقلات في مناطقنا بالرغم من محاولات الفرار بعد الهجمات التركية الأمر الذي يتطلب دورا دوليا في هذا الإطار خاصة في مسائل الأمن والبنية التحتية الخاصة بالمعتقلات المخصصة للإرهابيين من هذا الطراز لذا نرى بأن إجراء محكمة دولية في مناطق الإدارة الزاتية في ظل توافر الدلائل والشهود والضحايا يجب أن يتم ولا بد من أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الملف كونه من مسؤولية عموم العالم دائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا سبعة كانون الثاني 2020 شكرا للمشاهدة